اسم التجربة استطالة الشريط المطاطي الهدف من التجربة توضيح العلاقة بين مقدار القوة المؤثرة في الشريط المطاطي واستطالة الشريط المطاطي والمسافة التي تقطعها السيارة عناصر الامن وسلامة الخاصة بالتجربة الحذر عند شد الشريط المطاطي وإفلاته أدوات التجربة سيارة لعبة صغيرة شريط مطاطي مصطر ورقة قلم خطوات إجراء التجربة تثبيت السيارة بشريط مطاطي نسحب الشريط المطاطي والسيارة مسافة 1 سنتيمتر ثم نفلت السيارة والشريط فنراحظ أن استطارة الشريط المطاطي أنتجت قوة أثرت في السيارة لتحركها نقيس المسافة التي تحركتها السيارة ونسجل القيمة في جدول يحتوي على كل من طول استطالة الشريط المطاطي بعد سحبه والمسافة التي قطعتها السيارة نعيد سحب الشريط المطاطي والسيارة مسافة سنتيمترين ثم نسجل القيمة في الجدول نعيد سحب الشريط المطاطي والسيارة مسافة 4 سنتيمترات ثم نسجل القيمة في الجدول نلاحظ من الجدول أنه كلما زاد مقدار استطالة الشريط المطاطي زادت المسافة التي تقطعها السيارة النتائج تتغير استطالة الشريط المطاطي عند التأثير فيه بقوة الشد حيث تزداد الاستطالة بزيادة القوة المؤثرة وتقل بنقصانها كلما زاد مقدار القوة المؤثرة في الشريط المطاطي زادت المسافة التي تقطعها السيارة وتقل المسافة بنقصان القوة المؤثرة في الشريط المطاطي